أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية أعرب عن الفخر بما حققته السعودية من إنجازات اقتصادية وتنموية وما تبوأته من مكانة دولية وإسلامية وعربية وفي كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية نوها الأمير محمد بن سلمان بما تشهده السعودية من نمو وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مشددا على أن المملكة ستظل متمسكة بثوابت الدين الحنيف دين الوسطية والاعتدال وستحارب بلا هوادة التطرف والإرهاب كما أكد ولي العهد السعودي أنه لن يسمح لأي أحد كان أن يعتدي على سيادة الوطن أو يعبث بأمنه مشيدا في الوقت نفسه بجهود أبناء السعودية في كل الميادين وفي مقدمتهم جنود الوطن وحماة أمنه ترجمة نانسي قنقر